السلام عليكم شباب فيديو جديد وحلقة جديدة من قناة الان بي اف والله الله ربي لا اشرك بي شيئا حلقة النهاردة يا شباب انتو اللي بعدتو هالي كزا حد عملي منشن على بطل اسمه ميشيل هنقول اللي هو بطل وهنقول في نفس الوقت زي ما متعودين حمدللازي عفانا مما ابتلى بي غيرنا وهو زي ما انت شايف كده البطل جونر اندرسون البطل هو بطل لانه الصراحة تحدى مشكلة كبيرة وهنشوف ايه المشكلة ده في السريع علشان كزا حد ايه الحياة مت حد ده بدون عضلة صدر العرب شفتهم محترمين الصراحة عن الغرب لان الصراحة بيجيله تريقة يا جدعان على فكرة ده مشهور من زمان يعني من حوالي الفين وخمستاشر ولكن حتى الان اه الناس يعني يعتبر ايهانة لما حد يشوفه كده ويقول فيني عم عضلة الصدر بتاعتك او ايه المشكلة مع العضلة الصدر بتاعتك مختفية ليه يعني ايه عملت الادب دي لدرجة هو بنفس وطلع القال كده للأسف انا كنت الاول بشوفها في التعليقات وحتى الان موجودة في التعليقات ايه المشكلة مع التشست بتاعه انا هقول لك ايه المشكلة مع التشست بتاعه نصيحة لأي حد بعمل حاجة زي كده اوعى حد يكون عنده حاجة او مشكلة او ربنا خلق او بيعاها او اي حاجة او اي ان كان عموما وتتدخل في حاجة زي كده وللأسف للأسف الناس ما بيرعوش الحتة النفسية طب في السريعة اقول لك ايه المشكلة مع البطل جونر البطل جونر اه كان اساسا اتولد بمشكلة واسمها بولند سندروم وهي متلازمة اسمها متلازمة نقول بالعربي متلازمة بولندا ولكن المتلازمة دي ساعات بيكون مفيش اتشست خالص او عضلة للصدر خالص او جزء منها او في اه او كمان ما فيش حلمة او في نص حلمة يعني الموضوع مساهل على فكرة فهو قبل الوضع ده واتحدى نفسه واتحدى الجميع والناس اللي بتتليع عليه ووصل للليفل ده اللي هو فيه او المرحلة او المستوى اللي هو فيه في حتة اللي هو يتمرن لعب كمان اجسام ويعمل على قد ما يقدر بحيث اللي هو يظهر بالشكل ده الصراحة حاجة تحترم جدا زي ما انت شايف كده قبل كنعمل ازاي ويبص بمشكلة الحلمات يعني يبص بمشكلة مش في نفسه كمان اه نفس اللاين او نفس الخط وي اه ده يعتبر نص كده الشخص ده نص اللي بتشست بتاعه طاير يعني مش موجود يعني تمام مش حد يفهم حاجة غلط احنا والله ما بنتره يعني اه الحمد لله لازي عفانا بجد طيب هوريك بحالات اسوأ بس ده ليه الناس بعتولي اه ده او البطل ميشيل علشان الصراحة بيلعبوا لعب كمان اجسام وتحدوا الناس كلها زي ما انت شايف كده هو مش محرج بس اللي انا لاحظته انا جبت الاكاونت بتاعه من اول واخره اللي هو بيحاول على قد ما يدر يا شباب يداري يداري اه اللي هو مشكلة اللي فيه بحيس اللي هو يتصور على جنب بس برضو اه يعني في بعض الاوقات كل فين وفين كده يظهر بي اه بالجنب اللي هو الفرونت او الجنب الامامي يعني تمام ولكن اه الناس اللي معرفوش اه بولاند سندروم او المتلازمة دي بتعمل مش مش بس مشكلة في اللي تشست في نفس الطرف الطرف بيكون للاسف صغير يعني فيه مشكلتين مشكلة اللي تشست او عضلة الصدر اللي هي يعتبر مش موجودة او نصها موجودة او ربعها موجودة او مش موجودة خالص زي ما اقولك زائد مشكلة الاطراف بتكون دراع اكبر من دراع كده فاهمين ما بتحصلش مع كله بس هي متلازمة دي بتبقى الاتنين مع بعض نبص كده الفيديو شفتوا بقى اه صور نشوف فيديو بقى بص 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 عفنا اللي هو اياكم مش موجودة جونر الصراحة حتحدى الناس كلها وما بقاش فرق معاه ودلوقتي ملهم عاوز اقولك المتلازمة هي بولاند سندروم زي ما انتو شايف كده بيكون فيه كسور في عضلة الصدر بالشكل ده من الاخر ولك انها مش موجودة وطبعا زي ما انتو شايف كده حالات تانية طبعا فيه ناس استسلموا بس التاني جونر اللي شفناه لأ نزل يلعب ويتمرن ويجتهد علشان على اقل يزبط الشكل بتاعه اه بص كده والشخص رفيع ما يكونش باين عليه بص 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 حتشوه بقى اليدين نبص كده برضو هنا مشكلة دراع او ايد بعتذر او اطراف اصغر من اطراف تانية زي ما انتو شايف تمام وده عيب خلق ايه او خلقي نادر جدا على فكر نادر الحصول بص بقى ده مش لي يعني التاني شكله قلطف شوية ده اللي الناس بعتهولي بقى اكتر ومنشانات على الشخص ده ولكن برضو لك انت تخيل عنده مشكلة دي زي ما انتو شايف يا شباب وفجوة في اللي هو الجزء الاوساطي من الصدر اللي هو الجزء ده ولكن تحدى كل حاجة وعلى فكرة لو عاوز تزبطها اه بيتعمل لها عملية من الاخر بتكبر حجم الصدر بس ما فيش حاجة زي ما ربنا خلقها تمام بس في عملية انا دورت في الموضوع لقيت في عملية اه في مشكلة وهو تآكل الصدر شفنا لعبين من المسارعة شفنا من الاميم ايه شفنا من كمال الاكسام بيكون عنده صدر ومرة واحدة يتآكل لا ده موضوع ليه حلقة ان شاء الله مخصوص بيكون عادي جدا ولغاية ما كبر في السن او وهو في مرحلة الشباب الصدر بتاعه بيتآكل عفان الله واياكم ان شاء الله ده هيتعمل له فيديو تاني اي حاجة عنده او اي حد عنده حاجة غريبة عبعتها لي على طول ان شاء الله عنها لك اعملها لك وافسرها لك بحيث اه ننتعي شوية اشوفكم على خير فيديو جديد وحلقة جديدة سلام عليكم وحتراكاتكم شباب الجميع اشتركوا في القناة